نحن بحيث أنا اللحظة اللي كانت اللي حصلت أنه ما بعرف كيف يعني أوصف نفسي يعني بس كان لازم نفس الوقت أنه أتماسك نفسي يعني عشان أمي والدتي لازم أكون أقوال يعني أنا الرجال أنا يعني ابنها يعني فظليت أقولها إن شاء الله يرجع ممكن فدية ممكن أولا مع قناعة نفسي كانت 99% أنه خلاص يعني حسب اللي أنا كنت شفته في العراق كان اللي يختطف يقتل مباشرة يعني مواضح أنه لو كان فدية بيتصوى بيطلبوا فلوس وصم ما طلبوا فلوس اتصلوا أنه بس يعني بي يعلموا بلغوا بلغوا أنه خلص يعني فالمشكلة يعني بحث ما بعرف كيف أوصف لك الشعور اللي كان بحيث أنا كنت عنات على فكرة حد ما خلصت التليفون يعني اتصال معهم أنا سقط على الأرض كان معي واحد شخص كبير كان معي ساكن فانهاريت طبعا ما بعرف كيف اللي حصل ما بعرف يعني أنا حسيت نفسي أنه وقعت على القاع على الأرض وخلاص يعني بديت أبكي 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 حد ما جاء أصدقائي هذول وكانوا بالبداية إن شاء الله يرجعوا إن شاء الله وأنا كنت بتتمنى يعني يعني أتمنى أن يكون مخطوف أتمنى أن يكون فدية أتمنى لو كان لو طالبين أنا أرجع كنت أتمنى هذا الشيء كنت برجع وخلي ببدا لي يعني بيكون يعني أنا كون بدا له يعني تعرف كيف؟ المهم إحنا مع فترة يعني اختطاف كان يوم 19-7-2007 كان يوم خميس فضلنا حد ثلاثة أيام إحنا بنبحث عنه حد ما أنا قلت لهم روحوا دورة بالطب العدلي يعني أبحث عن الطب يعني خلاص أنا مع قاعات نفسي عارف أنه هذا اللي حيح يحصل يعني عارف أنه استشهد يعني حد ورا خميس واختطف يوم الحد اتصال من نسيبي كان فقال لي خلي إيمانك بالله كبير ولا حول عقوة طلب الله يعني الموضوع سلامت عنه كل شيء أمر ربيد الله والحمد لله أنا أهم شيء في شيء أنه أهم شيء أنا فرحان يعني أهم شيء أنه إحنا لقيناه يعني لقيناه لقيناه جثثة ودفنناها تعرف أنه كثير من الجثث تكون مفقودة بس يعني وأنا سعيد لي يعني أنه خاص أبويه يعني شهيد يعني ما أحلنه لاستشهاده لكون يعني يعني هالروح البريئة اللي راحت رحمة الله علي بس الحمد لله أقول على كل شيء بس يعني أنت دائما كان عندك إحساس أنه بيتخيل أو بيتراء ليك إيه اللحظات الأخيرة في حياة ولده شوفي يعني المشكلة اللي بعانيها الحدثة بعانيها أنه أنا شغلي كمصور فوتوغرافي وكفنان يعني أنا أشتغل في الإخراج في كل شيء يعني في الفن كابلتنا أنا بطبيعة أعدي خيال خاصة يعني عندي روحها كبيرة وأتخيل أشياء المشكلة اللي أنا اللي بتواردني كل يوم أنه باتذكر لحظة ما طلقوا على الرصاص على فكرة هم كانوا واثقين يعني شادين واثقين يدوهم من اللي وراء وعينو وضربي ثلاث أطلاقات نارية في صدره وواحدة في رأسه المشكلة يتراودني اللحظة الأخيرة إيش اللي قال بيها أتصور أنه أنا بعمل فلاش باقي الموضوع أتصور أنه هل هو يعني اذكرنا طلب منهم الرحمة يعني طلب منهم أنه رحمة الله يرحم الجميع بس يعني أنه يعني ما يكتلوا يقفوا المشكلة هنا يعني أتبحث كل ما أجلس مع نفسي أتصور أنه كيف أنه هم مسكوا كيف أنه هم حطوا على الأرض كيف أنه وثقوا إيدو وشدوا عينو كيف أنه من رمو بالرصاص من روح طلعت أشكال بيتصور ألمن بيشوف يعني شوف يعني هذا الشي اللي يعني بحث الساعة أكره نفسي عندي هالخيال الخصب وأكره نفسي أنه أكون فنان وأكره كل هذا التخيلات لأنه كثير كثير انتعبتني كونك فنان ده يعني بيخليك تنظر إلى كل شيء بصورة مختلفة نعم وكونك مصور فوتوغرافي يعني على وجه الخصوص أنت بتعتبر كل حاجة في الحياة لقطات هل تشعر أنه ما يقدم على الشاشات الأول لما كان بنفتح تلفزيون ونشوف عنف ولا نشوف قصف ولا نشوف طفل بيموت كنا بنعيف الحياة وبنحس بألم فضيع دلوقتي الناس بقاعدين بيتعشوا وبيتفرجوا على مناظر القتلى ومناظر القصف وكأنه شيء عادي لأنه خلاص تحول الموضوع بالنسبة لهم إلى شيء يومي بنشوفه كل لحظة في حياتنا أنه عادي خلاص مات ما حدش بيحس بي غير الناس اللي هي اللي بيوقعهم شوفي أنا فقدت أبويا وأكيد ما فيها أعز من الأب نفس الوقت قبل ما أفقد أبويا أنا من كنت في العراق نفس الوقت أنا فقدت أصدقائي أصدقاء أربعة في أربعة خمس أصدقاء فقدتهم استشهدوا كمان بس المشكلة هي أكثر أنه أنا كان يعز علي أنه أنا هنا بمصر يعني أنا ما أعرف أنا كنت خلاص أمنت بالله أنه استشهد وأنه أسلمت أمر بتلوم نفسك أنه كنت بعيد آه لا ألوم نفسي بس نفس الوقت أبو أنت أنا كنت أقدر تعمل أنا أعرف أنه ممكن أنا كنت أنا أعرف أنه كان ممكن أن أقتل قبله يعني بس على أقل كنت بتمنى أنه يعني أمسكه أبوسه أدفنه بإيدي إطراب اللي حطه أنا بإيدي على الأقل من يودع أو أكيد هو بيشوفني يعني فعلى الأقل أشوف ابنه بآخر واحد يودع يعني هذا شي مو بس هاي في شي أنا بحاسب نفسي عليه أنه أنا من سافرت على مصر ما ودعته ما حضنته تعرفي هذا كيف أعتبر فيه أعمال غير منجزة بحيث أتمنى أنه حضن أتمنى أنه لو ترجع أعطي حياتي كلها بس أحضن أتمنى أنه يعني ما أعرف كيف أوصف الشعور بحيث حتى لو أحلامي لو أقول لك أنه أحلامي 99% كل يوم بحلم بأبويا كل يوم يبقى معك أشوفي أنا أنا إنسان بأمن بالروحانية أنا ما شهيد أكيد يعني شوفي حتى الشي اللي حصل يعني يوم قلت لك أنه سمعت الخبر بعد ثلاثة يام أن أستشهد الخبر الأكيد كان كان مفروض أنا بعد يومين كان عندي مفروض أنا مدرس أدرس يعني بدرس تصفور فتغرافي في القاهرة في الزمالك كان مفروض لازم أخرج طلاب في حفلة تخرج ومعرض للطلاب فتعرف الوضع أنه لازم أنا بأجل المعرض لازم بأجل كل شيء لأن أنا في حداد وعزة وفي ناس عملت هنا عزة كمان يعني في مصر فقلت لهم لا ما حا أجل المعرض ولا أجل الحفلة تخرج طبعا تخرج كنتم بالعكس أنا أنا لو استسلمت يعني خلاص حنتهي فكنت كنت لازم أعمل شيء أبدي خطط أعمل شيء الأبوي يعني لازم أنه أضل أرفع رأسه أضل أنه يفرح بي بحيث حتى بيوم كان توزيع شهادات بحيث والله كنت يعني أنا وقف على ستيج على المسرح بنتظر طلابي يعني بوزع شهادات كان بيجيني تليفون أصدقائي وأهلي أروح على أعزوك أروح على بعيط ببكي وارجع وارجع أرجع وقف أمامهم أضحك بس نفسي لقت أنه هذا السويات أول شيء أول شيء أنه أنا هدية المعرض الوالدي وقلت كلمة أنه بالفعل كان حسيته موجود موجود هو حوالي موجود هو بجنبي وكل إنجاز أعمله هو إلى يعني والدي لأنه هو إلى فضل كبير عليك أصبحت هذا البيئة يعني كمصور فوتوغرافي وحبيت الفوتوغراف أنه أصلاً هو مصور فوتوغرافي يعني صباحي شيخ لي يبقى يبقى يعني أنا أنا أصلاً لشي اللي أسوي أنه يعني النسير اللي أسوي لازم يبقى هذا الاسم نحن شايفين اللي أنت كاتبو الإداء هذا أنا أصور على فكرة هذه الصورة آخر صورة صورتها في بغداد طبعاً في بيتنا هذه الصورة وكمان كان في صورة أنا معاك كنت 2001 كنت بسلم جائزة كان هو من نوع بفرح بي كان 2001 كنت مأخذ جائزة برونزية على مستوى العالمي في مرجان بغداد الدولي كان بيفرح بي من أعمل إنجاز كان بيتباه بي كثير كان بحث في لقاء في التلفزيون كان بيخبر للعالم كلهم في الجرائد في الصحف كان يعني الحمد لله أرى لي الإعداء اللي أنت عادته لولدك أرى الإعداء إلى أبي الذي مات جسده وبقيت روحه تبث بالحياة تبث الحياة إلى كاميراتك التي تعلمتها التي تعلمت أن ترصد الجمال رغم قبح الأماكن عليك يا أبي يهدي هذا المعرض لو الشيخ لي رحمة الله علي الله يرحمه في ناس الحرب بتسيب لهم ذكرة تعيش معهم على طول طول العمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر